تحت عنوان ضع الكمامة لكن لا تنقطع عن التواصل مع الآخرين ظهر نموذج لكمامة طبية في ساحة كونتركتوفا في كييف ودعت عليها الأسئلة التي أثارت قلق الأوكرانيين أثناء الجائحة جرى تقديم هذا العمل ضمن الحملة الاجتماعية للمنظمة الدولية للهجرة والتي أطلقت خطاً ساخناً للمساعدة النفسية حيث يتقدم أكثر من مائة أوكرانيين بطلب كل يوم وغالباً ما يطردهم الخوف من الإصابة بالفيروس أو القلق على أطفالهم وأولياء أمورهم أو احتمال العواز وانقطاع مصادر الرزق الجميع يضعون الكمامات لكنهم في نفس الوقت يخفون العواطف وراءها صممنا هذه الكمامة الكبيرة لنقول ارتدوا الكمامة لكن لا تخفوا مشاعركم أثناء الجائحة هناك عديد من المخاوف والشكوك لذلك من الضروري التحدث إلى شخص ما والتحدث علانية كبار السن في عزلة ولا يمكنهم التواصل مع الأقارب أو رؤية الأحفاد لدينا هذه المشكلات الكثير من الأوكرانيين يفرطون في عملهم لدرجة أنهم قد يفقدون الشعور بحياتهم الاجتماعية لقد وضعنا خطا ساخنا للاستشارة النفسية والاجتماعية